والآن بالمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أسامة سعيد الكاتب الصحفي دكتور أسامة بداية أرحب بك معنا في ملف اليوم إذن مع بداية هذا العالم أو هذا الحدث الذي ينتظره العالم اليوم وهو مونديال قطر 2022 أيضا عقدت هذه القمة المهمة للغاية بين الرئيس المصري والرئيس التركي بداية ما المرجو من هذه القمة؟ بداية انتحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين الكرام أعتقد أن هذه القمة على قدر كبير من الأهمية أولا لأنها صفحة جديدة ربما تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين دولتين مهمتين في منطقة الشرق الأوسط أيضا لأنها ربما تنهي العديد من الأزمات التي شهدتها هذه العلاقات ليس فقط العلاقات المصرية التركية ولكن أيضا العلاقات العربية التركية التي مرت بمنعطفات سلبية خلال السنوات الماضية وبالتالي أتصور أن هذه القمة ربما تفتح مجال للحديث عن سياق أكبر وهو إعادة بناء التوازنات في الشرق الأوسط هذه المنطقة تمر بالعديد من التحولات خلال السنوات الأخيرة وأتصور أن هذه القمة ربما تأتي في إطار هذه التحولات البارزة والتحولات الكبيرة رأينا خلال الأشهر الماضية العديد من المصالحات العربية العربية وأيضا التحولات فيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية العربية وبالتالي أعتقد أن ربما هذا اللقاء يفتح المجال أمام الحوار حوار أكثر هدوءا حوار أكثر شفافية حوار أكثر صراحة حول العديد من ملفات العلاقات سواء العلاقات السنائية أو العلاقات العربية التركية طيب دكتور أسامة ربما سنتحدث عن كل هذه الأمور بالتفصيل وسنتحدث أيضا عن هذه التوازنات في المنطقة بشكل مفصل ولكن نتحدث عن هذا اللقاء أو هذه القمة في هذا الحدث العالمي في قطر كان من المعروف أن هناك محادثات استكشافية بدأت عندما زار وفد تركي القاهرة عام 2021 فهنا سؤالي هل هذا حدث عارض أم هذه التفاهمات والمحادثات الاستكشافية هي ما أدت إلى هذه القمة وهذا اللقاء أتصور أن مسألة الحديث عن حدث عارض ربما لا تنساق أو لا تنسجم مع محددات دولتين كبيرتين بقيمة وقدر مصر وتركيا أتصور أن الكثير من التفاهمات في هذا الشأن ربما تدور في أروقات أو في أطر دبلوماسية وأطر سياسية وأطر على مستوى كبار المسؤولين ويمكن حدثك أشرت إلى واحد من هذه الأطر وهو المباحثات الاستكشافية التي جرت في مايو من العام الماضي وكانت هناك مناقشات وصفت بأنها صريحة ومعمقة في شواغل الدولتين وفيما يتعلق بالملفات التي يمكن أن تكون مشتبكة أو هناك اشتباك أو حوار دائر بين العاصمتين فيما يتعلق بهذه الملفات وأتصور أن هناك جهود بوزلت ربما في الفترة الماضية وكانت هناك العديد من الإشارات حقيقة ربما تشير إلى إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات هناك تصريحات رسمية عديدة نسبت إلى مسؤولين أتراك فيما يتعلق بتقدرهم للقاهرة ترجمة نانسي قنقر